عرفت عمان منذ العصور القديمة بريادتها ودورها البحري الملاحي وتواصلها مع سائر الحضارات القديمة وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة والذي يعد ملتقى الطرق التجارية بين الشرق والغرب وإشرافها على أهم الممرات البحرية في العالم وهو مضيق هرموز الاستراتيجي وتعزيزا لهذه المكانة البحرية للبلاد فقد حضيت البحرية السلطانية العمانية بالرعاية الكريمة والاهتمام السامي من لدى المولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه البحرية السلطانية العمانية تعد أحد أهم الأساطيل البحرية الحديثة والمتطورة لما تتمتع به من إمكانات ومكتسبات فهي تضم أسطولا مزودا بالأجهزة والمعدات ذات قدرات تسليحية متطورة لأجل المحافظة على المصالح الوطنية استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحر الإقليمي العماني فضلا عن تمتع كوادرها بأعلى مستويات التأهيل المختلفة في شتى المجالات البحرية المتخصصة ليكونوا على قدر المسئولية التامة لتحمل كافة الواجبات المنوطة بهم وفقا للأدوار الوطنية التي تطلع بها البحرية السلطانية العمانية للبحرية السلطانية العمانية العديد من الإسهامات الوطنية الرائدة والخدمات الإنسانية الجليلة لدعم برامج التنمية الوطنية سواء ذلك بصفة منفردة أو بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية في البلاد ومنها نقل المواطنين والمؤان إلى المناطق الساحلية البعيدة ومكافحة التلوث البيئي وحماية المصادر السمكية والقيام بعمل المسح الهيدرغرافي وتنظيم حركة العبور الآمن في مسارات مضيق هرمز الاستراتيجي وإنقاذ مراكب الصيد والسفن المنكوبة وتقديم العلاج للإصابات الناتجة عن الغوص وغيرها من الأدوار الوطنية التي تقدمها البحرية السلطانية العمانية خدمة لهذا الوطن العزيز